ماذا عن الجملة اللي قالها النادي الآلي في بيانه انه سيتم اعادة تشكيل لجنة التعاقدات وهيكلة لجنة التعاقدات في النادي هل ده معناه ادانة لامير توفيق قبل ما ندخل على الهوى على طول سألنا في الامر ده وكان الرد كالتالي امير توفيق قرر طوعية وبطلب منه ترك لجنة التعاقدات بالنادي الآلي الاعتذار عن استكمال عمله في لجنة التعاقدات بالنادي الآلي والاكتفاء بمنصب المدير التنفيذي بشركة كرة القدم بالنادي الآلي هو عنده المنصبين مدير التنفيذي هو مسؤول عن التعاقدات في النادي الآلي ترك التعاقدات في النادي الآلي معلوماتي امير توفيق كان الفترات الماضية السنوات الماضية السنوات الماضية كلها منزعج جدا من فكرة انه يتحمل دائما كل الضغوط الخاصة بالتعقدات وده كنت قلت لكم من بارح نوعه بيبقى متضايق من فكرة انه امير ما بيعرفش يعمل تعقدات امير ما بيعرفش يبيع لعيبة امير ما بيعرفش يشتري لعيبة والحكاية كلها هي منظومة في النادي الاهلي امير مش صاحب القرار الاول فيها ولا حتى القرار الاخير امير جزء من المنظومة بتاعة التعقدات او بتاعة انه الاهلي يتعاقن مع لعب او يبيع لعب بمعنى ايه بمعنى بس ان امير توفيق رايح يشتري لعب فالنادي بتاعه قال لا والله هنبيعه بخمسة مليون دولار فيرجع للنادي الاهلي فالادي يقوله لا ده كتير فالناس تصنف اميره انه فاشل بلاش امير توفيق راح مثلا يشتري لعب بناء على طلب الجهاز الفني وعلى لجنة التخطيط لم ينجح مع النادي الاهلي مثلا زي مودست فالناس تحمل امير توفيق انه هو اللي جاء مودست رغب انه هو كان بطلب من الجهاز الفني مرس الكولور مثلا كل ده كان بيزك امير توفيق ولكن لانه في منظومة النادي الاهلي كان لا يتحدث ورأى امير توفيق انه في كثير من الاحيان يتعرض للهجوم وحده دون اخر في النادي الاهلي يتحمل كل شيء فالراج الاهل والله هنبعيد عن الضغوط دي كلها واخرها حكايته الكندوسي انا مش مكمل في لجنة التعاقدات وارجو ان تتقبلوا اعتذاري هذا ما قاله امير توفيق عن منصبه في لجنة التعاقدات وبالتالي امير توفيق لن يستمر في هذا المنصب هي دي الحكاية من طاقطة لسلام عليكم